لا يوجد شهادة وفاة لمصر طول ما احنا مع بعض اللي تابع حلقة مبارح هيعرف ان انا كنت بناقش مقال ديفيد هيرست بعنوان لعنة ربعة واتكلمت فيه على جزء هو الرد اللي بالارقام على عبدالفتاح السيسي وموضوع شهادة الوفاة لما ديفيد هيرست تتكلم على انه فوائد الديون بتاكل 44% من ارادات الدولة في مصر والسنة الجاية هتبقى 54% وده نقلا عن وكالة رويترز لما اتكلم ان الدين الوطني في مصر الان سيزيد في الخمس سنوات القادمة بنسبة 70% وسيصل الى 510 مليار دولار وهو دلوقتي 300 بعد ما كان 120 من كم سنة وكان اقل من كده في 2013 شهادة وفاة لمصر الحياة الاقتصادية توفى وقارينة علي الفتحة الجنين مصري فقط 50% من قيمته يا عبدالفتاح لو انت مش واخب بالك هو انت ايه مفهوم شهادة الوفاة بالنسبة لك ايه شهادة الوفاة بالنسبة لك ان زباط الجيش عندك يقتلوا الناس وما يتحسبوش ولا ان الامن الوطني في العريش يتقتل فيه ناس وعقيدوا محدش يقول ايه اللي حصل ولا ان جنودك يتخطفوا في السودان وما نعرفش عنهم حاجة من خمس شهور ولا ان المياه تروح في اثيوبيا وانت لسه عايز تتفاوض ولا ان ارض مصر تروح للسعودية تيران وصنفير ولا ايه بالضبط يعني ايه مفهوم شهادة الوفاة بتاعت سيادتك اوعى تكون ثورة يناير يا عب فتاح اوعى تكون مفهومك عن شهادة الوفاة يا ثورة يناير لان الحقيقة الناس فعلا ماتت الناس والبلد والوطن ومواردنا وكل حاجة والاقتصاد مات على ايدك نشوف اللي بعده اللي بعده بيقول السي سي فيه انه ازمة الوقود سببها اننا خففنا الاحمال لان اسعار الوقود بقت عبقى علينا لكن الحقيقة يا عب فتاح انت كداب لانه انت اللي خلقت الازمة لما قررت تجري وراء الدولار اللي اصلا مش عندك لانك فاشل لانك كتبت شهادة وفاة الاقتصاد رد على التعليق اللي فات انت اللي لهث وراء اوروبا عشان تصدر لهم الغاز وتجيب تمانية ونص مليار دولار في سنة واحدة من تصدير الغاز نجحت في ده لكن اهملت محطات الكهرباء فوصلت في الاخر ان انت بتخفف احمال مش عسان اسعار الوقود ولا المزودت غالية ولا حاجة لا لان انت انسان فاشل في التخطيط وانت اللي وصلت البلد ووصلت الناس ان يعيشوا من غير كهرباء نيجي للبعده الدولة غير مسؤولة عن ازمتين كورونا وحرب اوكرانيا وكنا ماشيين كويس ايوة لحد ما حدثوا وده خارج عن ارادتنا طب هو قبل 2020 كان وضع الاقتصاد كام بعد التعويم الاول في 2016 اخبار الدولار مع الجنيه ايه الديون الخارجية كانت عاملة ازاي مين اللي طلع قال احنا فقر اوي وانا ما عنديش تعليم وما عنديش كذا كان بعد كورونا والحرب الروسية ولا كان قبلها كان قبلها يا عفتاح فانت الحقيقة بتضلل مين انت بتطلع تعلق على فشلك على شماعة الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية لكن الحياة انت من قبلها وانت فاشل وانت غرآن في الفشل طيب نكمل ونشوف كمان الراجل قال ايه اخر تعليق ليه انو احنا في ازمة لكنه تحدي ضمن تحديات كثيرة الحقيقة يا عفتاح انت مش امام تحدي من تحديات كثيرة انت في الرمق الاخير خلاص انت بتغرق وزي ما ديفيد هيرست قال مبارح في مقال لعنة ربعة انت لما بتغرق بتاخد معاك الجيش وبتاخد معاك البلد كلها وهي دي المشكلة اللي لازم حد يتدخل عشان يحلها لانه البلد كلها رايحة في ستين ده يا الحقيقة